موسيقى السلام عليكم وعلا بكم في هذا العرض الإخباري المباشر على الأولى إليكم أبرز عنوينه المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يواجه اليوم نظيره البرازيلي في ربع نهاية بطولة العالم المقامة بليتوانيا موسيقى انخراط كبير للفئات العمرية ما بين 12 و 17 سنة في الحملة الوطنية للتلقيح قصد بلوغ المناعة الجماعية وضمان دخول مدرسي آمن موسيقى من فاس رصد للدينامية الوقائية التي تباشرها وسائل النقل العمومية لحماية الركاب والعملين لتفادي انتشار وباء كورونا المستشد موسيقى أهلا بكم الحدث الرياضي البارز لهذا اليوم هو المباراة التي ستجمع منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل القاعة بنظيره البرازيلي ربع نهاية قوية ستمنح بطاقة العبور لدور نصف نهاية كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة المقامة بليتوانيا رياضيا دائما وضمن منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم تعادل فريق أولمبيك آسفي أمام فريق المولودية الوجدية في مفاز فريق يوسفية برشيد على فريق سريع واتزم عبد الحق بيعت بالملعب البلد برشيد حقق فريق اليوسفية المحلية فوز مهم على فريق سريع واتزم فوز بميدانه كان في أمس الحاجة إليه ولو معنويا للانتلاق في منافسة البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم بعد مرور تلت دورات الفريق المحل يوسفية برشيد افتتح باب تسجيل بواسطة لاعب الشرق البحري بعد ربح ساعة الانتلاق المقابلة وذلك بعد مجهود أفردي متميز وتهون في دفاع فريق سريع واتزم نفس اللاعب الشرق البحري أضاف الهدف الثاني لفريق يوسفية برشيد في دقة السبع والعشرين وذلك بعد تمريرة جانبية ممتازة من اللاعب ياسين وكيلي وخطأ مرة أخرى في التغطية الدفاعية فيما سجل الهدف الوحيد لفريق سريع واتزم اللاعب الكونغولي بيرسيل أوباسي في الدقة الثامن والثلاثين بعدما نفذ اللاعب سعد المرسلي ضربة خطأ أرضية بقوة وخطأ الحارس الحسين شدلي استغله أوباسي ليضع الكرة في شبك حاولنا نفوز بهذا المقابل الحمد لله فالطربة هي كل شيء كان في الاستيل ولدات الحمد لله على المقابل اللي دارو حاولنا نرجعه بالنتيجة وكما شفنا في الشوت الثاني سيطرنا على جميع أطوار الشوت الثاني كنا بغن نخرج من هذا النفق دي الخسائر هذه هي الخسارة التالية ولكن ما زال قدامنا العمل إن شاء الله وبمسيرة بأسفي وبرسل الدورة التالية أضر الحكم سمير الجزاز لقاء فريق أولمبيك أسفي والمولدير وجدية والذي انتهى بالتعادل الهدف لمثله اللاعب حمزة خابة افتتح باب تسجيل لفريق أولمبيك أسفي في الضقة الثالثة والخمسين وذلك بعد عملية هجومية قد كن من اللاعب عضرح ملكساس والمهدي زايا الذي يمرر لحمزة خابة ويضع الكرة بضربة رأسية بديعة في الشبك إن مفدقة تسعة وسبعين يتمكن فريق المولدير وجدية من تعديل الكفا بطت اللاعب الإيفواريلا من دياكيتي بعد ضربة خطأ نفدها اللاعب المادي بطلاش واختلاط أمام مرمى الحارس مختار مجيد استغلوا فريق المولدير وجدية ليوقع هدف تعادل وفيما يتعلق بالحالة الوبائية أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 1444 عصابة جديدة بكوفيد-19 و1818 حالة شفاء و30 وفات أما بخصوص عملية التلقيح فقد بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح 21 مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألف وثمانمائة وسبعة وتسعين شخصا وعدد الملقحين بالجرعة الثانية 18 مليون وثلاثمائة وسبعة وخمسين ألف وأربعمائة وتسعة وثمانين شخصا ومن أجل ضمان دخول مدرسي آمن وتحقيق المناعة الجماعية عملية التلقيح متواصلة مستهدفة الفئة العمرية ما بين 12 إلى 17 سنة والتي تتلقى الجرعة الثانية من اللقاح من الدخلة محمد المصطفاخية والصالح الرجيبي عمليات تلقيح تلاميذ المؤسسات التعليمية على مستوى مدينة الداخلة لا زالت متواصلة وتشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و 17 سنة والإنجاحية العملية المنظمة وطنية حرصت الجهات المختصة بالداخل على استقبال التلاميذ وأولياء أمورهم على مستوى ثلاث مراكز محددا لهذه العملية كأم أنا جايب طفيلة عندي الدقة إن شاء الله ودقة هاي الجلبة ندروا نجنبوا هذا الوباء وهذا المرأة لأن هذا واجب علينا واجب علينا ندقوا تركتنا كاملين كانوا يقدوا يقراؤوا وهذا هاي الجلبة مهمة الدروف ديال بالنسبة للدقة الدروف زينة ما إن شاء الله كل شي زين بعد النداء ديال ديالتلقاح استجبت ليه ودرت تلقاح اللول تلقاح تاني لذلك باش نحمي الأصحاب ديالي وعائلة ديالي وندخل القراية مرتاح ونكونوا في أحسن أحسن ضروف أنا اليوم جيت لهنا باش ندير الجرعة تانية باش نحمي راسم المرض كورونا ونحمي الناس اللي معي المديرية الإقليمية لتربية الوطنية بالدخل وقطع الصحة والسلطات المحلية وباقي الشركاء انخرطوا بقوة خلال هذه الحملة لضمان تلقيح التلاميذ ضد وباء كورونا أياما قليلة قبيل الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسية وعلى لسان هؤلاء فالعملية تسير في أحسن ظروف وجندت لها تواقم طبية أهمة نحن الآن مركز محمد الخامس واللي مفتوح في وجه تلميذات وتلاميذ جميع المؤسسات التعليمية والذي يشهدوا إقبالا جيدا بالإضافة إلى مركز محمد عبد الكريم الخطابي وتمت إضافة مركز القاعة المغطات التي تشتغل طيلة الأسبوع بما فيها يوم الأحد والعملية الحمد لله تمشي بسيرورة جيدة ونتمنى أن تزداد تعبئة الأسر وأن يزداد انخيرات الأسر في تلقيح أبنائهم وطنيا كما جهويا على صعيد جهة الداخل ودي الذهب فقد حققت حملة التلقيح ضد وباء كورونا نجاحا هامنا وتسير في اتجاه أن يكون الكل قد استفاد من التلقيح ضد وباء كورونا ومن مدينة الداخل تنضم إلينا مباشرة السيدة الجيدة لبيك مديرة الأكاديمية الجهوية لتربية وتكوين لجهة الداخل وادي الدهب سيدتي خرط كبير تعرف عملية تلقيح الأطفال ما بين 12 و 17 سنة والرهان مستمر لتحقيق دخول مدرسي آمن في ظروف جيدة كيف تتم العملية على مستوى الجهة سيدة لبيك لا تسمعني على ما يبدو يتعذر ربط الاتصال مع ضيفتنا من مدينة الداخل وفي حال عدمي التقييد بالإجراءات الاحترازية تشكل وسائل النقل العمومي بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا ولتفادي انتشار العدوى تشدد السلطات والجهات المختصة على إجبارية وضع الكمامة واحترام مبدأ التباعد الجسدي عند ولوج هذه الوسائل عبد الرحيم شانيب ومصطفى الزهيري عملية تعقيم سيارات النقل الجماعي قبل انطلاقها لجلب ركابها من مستخدم الشركات العملية تضم مختلف الإجراءات التي تحول دون انتشار وبي كوفيد 19 فضلا عن انتزام الركاب بقاعدة التباعد الاجتماعي ويتطلب استخدام وسائل النقل العمومية اتباع إجراءات احترازية لتجنب التقاط عدوى فيروس كورونا بسبب عدم التهوية الجيدة ضرورة يجب أن يكون التعقيم ويكون معقيم دياليادين وتبعد على حسب 50% وتبعد بابين الفرسوني مني كي يتلعوا الركاب مني كي يتلعوا كانوا ماسحين دك الكوسانة وديرهم التعقيم وعقمنا الأرض والكوسانة وكل شي ومني كي نزلعوا تاني نفس الشي كان نزلعوا تاني نرجعوا للور وكان عقموا دك شو كان عقموا ليرك معانا وكل شي الالتزام بتدابر الاحترازية في وسائل النقل العمومية يشكل أمرا ملحا باعتبارها بؤرا لتجمع أعداد كبيرة من المستخدمين ومن تم ضرورة وضع الكمامة الواقية واحترام مبدأ تباعد الاجتماع عند ولوج هذه الوسائل وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من مدينة فاس السيد يوسف مراد صاحب شركة للنقل سيد مراد من المعلوم أن وسائل النقل العمومي تشكل أحيانا بؤرا لانتشار فيروس كورونا وتجمع أعداد كبيرة من الأشخاص ما هي الإجراءات الاحترازية التي تعتمدونها لمنع تفشي الوباء شكرا لأستاذ محسن عن الاستضافة كيف جاء في التدخل في البرنامج الذي ينترى جميع المسائل ونحن نقوم بجميع التوصيات التي أعطتنا بها الوزارة الوصية في شخص تحملات والمنظمة الصحية العالمية وكيف كنت شوف قبل ما يطلعنا أي زابون حتى ناخد المقياس للحرارة دياله وكي يعقم اليدين دياله وكي كنت كل حافلة قبل الصعود ومن بعد الصعود معقمة كيف جاء في البرنامج ديالكم ونحن صوبنا سيارات مخصصة لهذا باش استطعنا نحاربوا هذه الوباء الخبيط نعم سيد يوسف مراد صاحب شركة للنقل كنت معنا مباشرة من مدينة فاش شكرا لك على كل هذه التوضيحات وبالعودة لسير عملية تلقيح الأطفال ما بين اثنتين عشر وسبعة عشر سنة تنضم إلينا مباشرة من مدينة الداخلة السيدة الجيدة البيك مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهات الداخلة وادي الدهب سيدتي انخرط كبير تعرف عملية تلقيح الأطفال ما بين اثنتين وسبعة عشر سنة والرهان مستمر لتحقيق دخول مدرسي آمن في ظروف جيدة كيف تتم العملية على مستوى الجهة شكرا الأخ الكريم إذن أقول على أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين قد انخرطت لإنجاح هذه العملية وقد قمنا بتعبئة وتحسيس مستغلين جميع وسائل الإعلام وطبعا وساعدنا في ذلك جمعيات الأباء وغيره وطبعا بتنسيق تام مع السلطات المحلية ومع السلطات الصحية إذن نحن طبعا الحمد لله هذه الأيام تعرفوا إقبال وتزايد ولكي نضمن يعني التسريع هذه الوتيرة إذن تم تكليف جميع مديري المؤسسات بالتواصل المباشر مع الأباء والأمهات لماذا بناء على ما لديهم من معطيات نحن نعرف بأن منظومة ما صار فيها الآن يعني كيف يتعرف مدير المؤسسة على التلميذ الملقح والتلميذ الذي لم يلقح بعد ولذلك بناء على هذه اللوائح يعني تم تكليفهم بالاتصال المباشر مع الأباء والأمهات لمزالهم وتلقحوا تلكتهم باش يلقحهم لماذا لأننا نعرف على أن هذا رهان كبير للمغرب وعلى أنه لتحقيق هذه المناعة الجماعية وهذه السلامة الجماعية وهذا التحصين الجماعي لا بد من ترقيح هذه الأطفال لكي نضمن دخول آمن وكذلك لكي نضمن تعليم حضوري ومن أجل التسريع أيضا يعني ومع التنسيق مع السلطات الصحية تم فتح يعني مركز آخر للتلقيح وهو الفاكسين الضغوم اللي طبعا هو كلقح العموم ولكنها تمت إضافة جناح للتلميذات والتلاميذ من 12 ل 17 سنة وهو يعمل طيلة أيام الأسبوع بما فيها السبت والأحد وكذلك يعمل حتى الثامنة مساء وذلك لكي يعطي للأباء اللي ما عندهم مش وقت باش نقحوا ولداتهم وهذا تلقيح مهم جدا وحنا كنت ندعوهم من جديد للإسراع بتلقيح باش نكون إن شاء الله فاتح أكتوبر إن شاء الله قد تمت تلقيحهم ونضمن دخول مدرسي آمن وتعليم حضوري أيضا اللي بغينه جميع الأباء والأمات والأولياء الأمور في نفس السياق ونحن على بعد أقل من أسبوع عن موعد الدخول المدرسي هل يمكن القول بأن هذه العملية استطاعت تحقيق أهدافها في الحقيقة هناك اختلافات وخصوصيات لكل جهة حنا بالنسبة لنا جهة الداخلة الكل يعلم على أن الأغلبية استحققية في عطلة ومن يسمعوا إرجاء الدخول المدرسي إلى فاتح أكتوبر وهو تم إرجاءه من أجل التلقيح ولكن كالذي استغلها وزاد طول في العطلة ولكن إن شاء الله بهذا شنهد الوتيرة يعني مؤخرا وخاصة بعد أن تم فتح هذا الفاكسين وضغوم اللي خدام طيلة أيام الأسبوع وسبت الأحد يعني إن شاء الله يعني نراهن ونحاول يعني دائما نحن في الحاملة التحسيسية المكثفة ويعني وتدخل خاصة الرؤساء المؤسسة مع الأباء وجمعيات الأباء إذن إن شاء الله نكون إن شاء الله في الموعد هذا الأسبوع هذا إن شاء الله تكون نتائجنا نتجاوزنا الحمد لله حسب المعطيات لعطاة وزارة الصحة والمصالح الصحية يعني أربعة وخمسين في المئة إذن طبعا هذا الداخل في ما هو وطني تقريبا هي النسبة الوطنية ولكن إن شاء الله يعني سنكثب أكثر وطبعا بالتنسيق مع السلطات المحلية ومع السلطات الصحية إن شاء الله نكون في الموعد بإذن الله إن شاء الله نعم سيدة جيدة لبيك مديرة الأكاديمية الجهوية لتربية وتكوين بجهة الداخل وادي الدهب شكرا لك على كل هذه المعطيات وعبر العالم تفوت كبير في الحصول على اللقاحات بين دول وأخرى فبعد الولايات المتحدة فرنسا أعلنت أنها ستقدم مائة وعشرين مليون جرعة للدول الفقيرة وهو ضعف ما كانت قد وعدت به من قبل بعد إعلان الولايات المتحدة أنها ستضعف هباتها من اللقاح المضاد لكوفيد-19 باقتنائها لخمسمائة مليون جرعة إضافية لتوزيعها على الدول النامية أعلنت فرنسا بدورها على لسان رئيس إمانويل مكرون أنها ستقدم للدول الفقيرة مائة وعشرين مليون جرعة لقاح أي ضعف الكمية التي سبق أن أعلنت عنها مكرون أشار كذلك أنه في إفريقيا تم فقط تلقيح 3% من سكان القارة لذا يجب تسريع الأمر وتعزيزه وسيقوم الاتحاد الأوروبي الذي تعتزم الولايات المتحدة التعاون معه بتوزيع أكثر من 500 مليون جرعة منظمة الصحة العالمية صرحت بأن نقص اللقاحات في إفريقيا سيصل إلى 500 مليون جرعة وهو ما سيعرقل تحقيق الهدف العالمي المتمثل في تلقيح 40% من السكان بحلول نهاية السنة الجارية ملايين الجرعات التي ستتلقها القارة الإفريقية في إطار آلية كوفاكس ستمكن من تلقيح 17% فقط من سكان القارة لأنها ستوزع على 92 بلدا ومنطقة فقيرة في العالم تمكنت عناصر والمصلح الولايية لشرطة القضائية بمدينة أجدير بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أمس من توقيف سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و 57 سنة وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات وتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبع فيهم رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة في المجالي الثقافي وعلى هامش اليوم العالمي للسياحة نظم المتحف الوطني للخزف بآسف زيارة استطلاعية لفائدة مهنية السياحة المغاربة والأجانب همت عددا من المعالم السياحية بالمدينة هدف وإدراج حاضرة المحيط في المسارات السياحية فرح ساعف وعبدالغني طهراوي التعريف بكنوز الموروس المحلي وتقريب الفاعلين السياحيين الوطنيين والدوليين من غنى وتنوع الثراث المادي واللمدي لمدينة آسف من بين أهداف تنظيم هذه الزيارة لمآثر لحاضرة المحيط نحن رأينا فيها فرصة حتى يعرف المغاربة عبر هذا الزيارة هذا المتحف الغني بمختلف مكونات الخزف المغربي منذ ما قبل التاريخ إلى الفترة المعاصرة وفي جميع المناطق المغربية في تمغروت، في فاس، في مكناس، في تيتوان، في آسفي فيها الجنوب المغرب يعني مختلف المناطق المغرب وهذا يستحق أن يوزار وأن يدمج في المسارات السياحية المغربية الوطنية كنعرف بأن آسفي عندها واحد الغنى واحد تنوع فيما يخص التراث مادي ولا مادي إذن لا بد من تطوير هذا التراث وتتمينه في إطار تفعيل سياحي التراث وليوم تحضروا معنا واحد مجموعة من فاعلين سياحيين ميانيين المستوى الوطني والدولي باش نروجو هذا المنتوج السياحي دي المدينة آسفي والتصويق له وطنيين ودوليين هذه الزيارة كانت مناسبة أيضا للفت الأنظار إلى ضرورة تأهيل العديد من المآثر السياحية بالمدينة التي تعاني من الإهمال وفي مقدمتها قصر البحر والكنيسة البرتغالية سانت كاتخين الوجه الآن كورنيش عين دياب بالدار البيضاء حيث يتزايد ويقبال الزائرين عليه نهاية كل أسبوع نظرا لما يتوفر عليه من فضاءات ترفيهية ومطاعم روبرتاج أمين هنناوي وسوفيال إبراهيمي كورنيش عين دياب الوجهة المفضلة للساكن البيضوية خلال نهاية كل أسبوع بعيدا عن صخب المدينة ومشغل العمل حيث توفر المطاعم والمقاهي عروضا مختلفة للزائرين وبأسعار مناسبة على مقربة من أمواج المحيط الأطلسي كنجي على قبل كنبغي هاد نشوف ديال البحر هاكو كنبغي نتقابل مع البحر ونشوف هاكو كنستمتع بيها دائما في نهاية الأسبوع بعض العطل لدينا في بعض الفضاءات اللي كنت ستخلي يعني الريدز كنجي معهم كي القورة حدي لهم اليوم مثلا أهد عندنا في أجازة هنا جاي من هنا يعني تفسع من كورنيش عشان فيه بحر موجود حمد لله يعني فيه حوا مزيان عشان الناس ما شاء الله هنا تشتغل يعني تخدم مزيان كورنيش عندياب مكان مفضل أيضا للأطفال الصغار الذين يستفيدون من آخر أيام العطلة الصيفية قبل انطلاق الموسم الدراسي بداية شهر أكتوبر كورنيش عندياب مقصد لسائحين المغربة والأجانب لموقعه المتميز وللخدمات والمرافق المتعددة التي يوفرها طيلة أشهر السنة إلى التذكير بالعناوين المتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يواجه اليوم نظيره البرازيلي في ربع نهاية بطولة العالم المقامة بليتوانيا انخراط كبير للفئات العمرية ما بين 2 و 17 سنة في الحملة الوطنية لتلقيح قصد بلوغ المناعة الجماعية وضمان دخول مدرسي آخر من فاس رصدنا الدينامية الوقائية التي تباشرها وسائل النقل العمومية لحماية الركاب والعملين لتفادي انتشار وباء كورونا المستشد إلى اللقاء